هي شنو؟ أولاً تعددية حزبية ثانياً مستوى المعيشة، الرفاه، حرية التعبير التقدم اللي صار في كردستان اللي ما حد ينكرها إلى أن بدأت بعد 2014 محاولات خنق الإقليم وتجويعها وشل الحركة ووصل الأمر إلى أن لاحظت أنت شلوا البرلمان وغيرها التجربة الناجحة بشهادة الملايين الأخوة اللي يجون من الجنوب والوسط أريد أكررها هاي وحدة لا أريد أكررها وسوي إقليم بالغربية أقول شيء آخر تدري من كان يرفض ثكرة الفدرالية وسح جاهد سيد وآل عبداللطيف نفسهم السنة كانوا يرفضون الفدرالية وكانوا يطالبون ببقاء عراق موحد نفسهم بلي بلي وأتذكر بالدورة الأولى إقرار قانون الفدرالية كان على صوت واحد بالقوة مشه ينشارك رفض داخلي بالبرلمان يعني ما معقولة أنتم شيعة وكرد تتفقون بالمعارضة وتجون يعني صارت الشعار الفدرالية لكردستان والديمقراطية للعراق صار الفدرالية لكردستان والسلطة للشيعة هذا الشعار ما موجود عفو تسمح لي هذا الشعار ما احترامين لأستاذ بوائل أبدا ما كان موجود أستاذ بوائل أعتقد يذكرني أنا كنت موجود طوال فترة المجلس الحكم بخدمة الرئيس برجاني وياهم أخي قرار مؤتمر لندن ما كان الفدرالية لكردستان والديمقراطية مؤتمر لندن قرر اعتبار النظام الفدرالي للعراق كله مو لكردستان لذلك المادة الأولى تقول أنه النظام هو اتحادي برلماني ديمقراطي العراق كله فدرالية السبب اللي ما خلى الإقليم يوصل إلى أن يتمتع بكل امتيازات الإقليم هو عدم وجود أقاليم أخرى في العراق أحمد السنة ما احترامي لسياسيهم في تلك الفترة كانوا يحلمون بأن يرجعون للسلطة ويسلمون كل السلطة الشيعة كانوا يحاولون أن يعوضوا الحرمان كله أنا للتأريق أقولها ممكن الساد وائلي تذكر اشتركوا في القناة